أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي إن شاء الله هنحل نموذج امتحان تربية فنية احنا مش هنرسم طبعا احنا هنحل الجزء المخصص بالأسئلة اللي هو بيبقى أول سؤال عندك على طول اللي هو خاص بثقافة الفنية ده طبعا زي ما انتوا شايفين امتحان محافظة القاهرة إحدى الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحية تمثال نهضة مصر من أهم عمل الفنان محمود مختار ولا محمد ناجي ولا راغب عيات طبعا تمثال نهضة مصر لفنان الكبير محمود مختار السؤال الثاني الحفر المجسم لأن أنا عندي أنواع من الحفر الحفر المجسم يطلب يستخدم في صناعة البراويز ولا التمثيل ولا الجداريات الحفر المجسم يستخدم في صناعة التمثيل بعد كده سؤال ده علامة صحة أمام العبارة الصحيحة علامة خطأ الفنان محمود سعيد هو صاحب لوحة بنات بحري صح طبعا بيستخدم الجريد أو الجريد في أعمال تجليد الكتب اللي هو الجريد اللي هو بتاع شجر النخل بيستخدم في أعمال تجليد الكتب خطأ هو لاستخدمات كثيرة بس مش منها تجليد الكتب ده بالنسبة لامتحان أو نموذج امتحان تربية فنية اللي هو الجزء الخاص بالثقافة الفنية الجزء الأول طبعا الجزء التاني بقى اللي هو بتاع الرسم ده انت بتشوف ايه اللي عليك فيه اختياري وايه اللي عليك اجباري وبتحله وترسم الرسومات المقررة عليك لو حد برضو عند نموذج امتحاني بعتمنا على جروب الوصف الخاص بقناتنا في زع اللغة العربية ورابط الجروب موجود على القناة وان شاء الله نحله مع بعض وانستفاد كلنا من النموذج ان شاء الله يكون يعني الامتحان ده كان مفيد بالنسبة لكم او مفيد بالنسبة للناس اللي عندها نفس النموذج ده واشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته